بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ اليوم في مجموعة examples على شابتر 5 نبدأ في أول example example 5.7 على page 125 طبعا هذا السؤال بيحكي لنا أنه في عنا 2 blocks أعطانا الماسز لهم M1 و M2 وحكي لنا أنه M1 أكبر من M2 فالشكل هو رسمي لنياب هذا الشكل أعطانا هاي الماس الأولى وهذا الماس الثاني فهذا M1 وهذا M2 الآن اللي صار عندنا بيحكي لنا are placed in contact with each other إذن في عندنا صار تلامس بين الماس الأولى والثانية on a frictionless horizontal surface إذن في عندنا مجموعة مصطلحات لازم نهتم بها في البداية كلمة frictionless كلمة friction معناها احتكاك less معناها عديم إذن هذا معنى الجسم الآن أو معنى المصطلح أنه عديم الاحتكاك فبحكي لنا horizontal surface كما هو واضح في الشكل يعني عنا بحكي لنا constant horizontal force if is applied to mass M1 إذن بحكي لنا في عندنا قوة أثرت على M1 قيمتها F وهذا المقل للforce constant بتظل ثابتة فالسؤال طلب مننا مجموعة شغلات أول شي طلب مننا magnetic acceleration للسيستم إذن طلب مننا acceleration لهذا السيستم فإذا بدنا نوجد الأي إذن أول شغلة طلبها مننا الأي كم بتساوي بعدين طلب مننا شغلة ثانية magnetic of contact force between two blocks إذن بدنا كم القوة المتبادلة أو القوة اللي جاي بينهم يعني القوة اللي بأثر فيها الجسم الأول على الثاني واللي بأثر فيها الجسم الثاني على الأول فإذا بدنا نوجد النقطة الثانية نسميها F12 اللي هي رح تكون نفسها F21 كم بتساوي لأنه إحنا بنعرف حسب قانونة الثالث إنه لكل فعل رد فعل مساولة في المقدار معاكس لاف الاتجاهة فإذا هاي المطلوب عندنا في السؤال نبدأ في الجزء الأول في البداية إحنا نعرف إنه هذا الجسم بتعامل معه على إنه وحدة واحدة كيف يعني وحدة واحدة؟ يعني إحنا بنقدر نحكي إنه الآن النظام اللي عندنا هاي السوليوشن مكون من كتلة بنقدر نعتبر إحنا موضوع أنه في عندنا كتلة اللي هي عبارة عن M1 و M2 وأثرنا عليها بقوة مقدارها F فهذه القوة الآن رح تحرك هذا الجسم بتسارع A فبنحكي الآن سيجما F بتساوي التوتال M في الأ فالتوتال M هي عندنا M1 زائد M2 والأكسليريشن هو عبارة عن الأ والفورس اللي احنا أثرنا فيها اللي هي عبارة عن الأف فالآن من خلال هذا الموضوع الأكسليريشن هو عبارة عن الأف على M1 زائد M2 فإذن بهذا الحالة إحنا بنكون مننا أو أوجدنا قيمة الأكسليريشن إذن الموضوع كان عبارة عن تطبيق مباشر لاحظوا أنه كل ما كان في عندنا ماسز أكثر كل ما صار التسارع في هذا الحالة أقل طبعا هذا أول جزء إحنا بما أنه ما في عندنا إحنا فريكشن لاحظوا أنه ما حللت عملت فري بادي ديجرام زي ما حكينا في المرات الماضية لكن إحنا لاحظنا أنه ما في عندنا في الفري بادي ديجرام غير هذا الجسم وهي القوة أثرنا عليها قيمة الأف فهي الكتلة اللي عندنا اللي هي عبارة عن M1 و M2 والقوة سحبناها وحطناها بهذا الشكل بحيث أنه تكون للأمام نروح للفرع الثاني ونشوف كيفنا نبدأ فيحله طبعا الفرع الثاني طلب مننا The Magnetic and Contact Force Between Two Blocks طبعا السؤال بحكي لنا كالتالي أنه إحنا في عندنا قوة بتأثر على الجسمين كيف القوة بتأثر على الجسمين هذا؟ يعني أنه منيجي نحكي لنا الآن في عندنا القوة اللي هي F أثرت على الجسم الأول وفعليا الجسم الأول فيه أثر بقوة على الجسم الثاني وإحنا بنعرف أن الجسم الثاني برضو رح يأثر بقوة على الجسم الأول كرد فعل فالآن لو نظرنا على الجسم الأول اللي هو M1 وهي الجسم الثاني عملنا لمفري بدي ديجرام لكل واحد فيهم هاي M2 وهذه M1 الآن هاي الكتل عبرنا عنها بنقاط الآن M2 إيش القوة المؤثرة عليها؟ فقط القوة اللي رح تأثر عليها القوة اللي رح تكون من الجسم الأول على الجسم الثاني فبننسميها الآن نعطيها بهذا الاتجاه لأنه هي بتأثر بهذا الاتجاه بنسميها F من الجسم الأول على الجسم الثاني الآن الجسم الأول شو القوة اللي بتأثر عليه؟ بأثر عليه الـ F بهذا الاتجاه إذن هاي الـ F وبأثر عليه رد الفعل بهذا الاتجاه اللي هو من الجسم الثاني على الجسم الأول اللي هي F من الجسم الثاني على الجسم الأول فإذن إحنا هاي الفري بدي ديجرام اللي عنا الآن إحنا بنعرف الإش المشترك بين الجسم الأول والجسم الثاني اللي هو التسارع فالجسم الأول يتسارع بهذا الاتجاه والجسم الثاني يتسارع بهذا الاتجاه لاحظوا أنا بكتب التسارع في مكان غير عن مكان القوة لاحظوا الآن هذا اتجاه التسارع للكتلتين فإحنا بنقدر من خلال الموضوع الأول أو القوة الأولى اللي عنا اللي هي F12 بنحكي سيجما F المؤثرة على الجسم الثاني في التسارع تباحة اللي هي عبارة عن F12 ما يفي عندنا غير الـ F12 فتصير لدينا M2 فئة اللي هي الكتل الثاني في التسارة معناها ان احنا منحكي اثرنا بقوة من الجسم الأول على الثاني اثرنا بقوة من الجسم الأول على الثاني ونتج تساره على الجسم الثاني هذه معنى العلاقة لدينا ولما نعوض الآن M2 الأكسلاريشن طبعا نعرف أنه ثابت للجميع ما تغير اللي هو الأكسلاريشن الأول بيسوي الأكسلاريشن للثاني تصير لدينا F على M1 زائد M2 وهذه القوة اللي أثرنا فيها بالجسم الأول على الجسم الثاني إذن لاحظوا أنه الأثر اللي كان عندي هو عبارة عن جزء من القوة اللي كانت معي طبعا الآن برضو F21 راح تكون نفسها F12 لكن بتخالفها في الإشارة طبعا بتكون بإشارة معاكس لهذا الاتجاه لأنه معاكس بعض فقط كاتجاه لأنه احنا بنعرف لكل فعل رد فعل مساولة في المقدار معاكس له في الاتجاه إذن هذا بالنسبة للإكزامبل الأول اللي راح نشتغل عليه اللي هو 5.7 في هذا الدرس الآن بدنا نروح للإكزامبل الثاني اللي هو 5 إكزامبل 5.8 على بيج 26 السؤال بيحكي لنا إنه في عنا شخص بيعمل توزين لسمكي A person weights a fish of mass M On a spring scale attached to a ceiling of an elevator illustrated in the figure Show that the elevator accelerated either upward or downward The spring scale give readings that different from the weight of the fish يعني السؤال بيحكي لنا إنه في إكزامبل 5.8 إنه في عنا شخص موجود في مصعد Elevator اللي هو المصعد الآن هذا الشخص نفرض إنه في البداية كان هذا المصعد ساكن مسك سمكة وقام نحكي مثلا هاي السمكة وقام بتوزينها تمام؟ وهي الـ scale اللي عندنا لهو الميزان وهي الشخص الآن هذا الشخص قام بتوزين هاي السمكة والميزان والمصعد ثابت كم كان الأكسليريشن؟ الأكسليريشن كان يساوي صفر فأعطتنا قراءة معينة الآن في عنا حالتين بيحكي لنا أثبت إنه في حال كان المصعد بيطلع للأعلى أو المصعد بنزل للأسفل القراءة اللي إحنا رح نقرأها الآن هي عبارة عن قراءة مختلفة إلى وزن السمك الآن شو في البداية وشو هي قراءة السمك؟ في البداية لو أخذنا هذا النظام وطلعنا عليه بشكل سريع النظام اللي عندنا هو عبارة عن كتلة لو وضعناها في الـ free body diagram فقط اللي عليها عليها وزن السمكة M في جيلة تحت وعليها التنشن لفوق إحنا اللي بنقيسه فعلياً الميزان بقيس التنشن كم مقدار الشد فإحنا بالنسبة إلنا بننقيس التنشن دائماً الميزان بقيس التنشن في الحال الأولى الأكسليريشن كان يساوي صفر الحال الثانية بدنا نفرض إنه الآن طبعاً نفس الطريقة ما تغيره لإشعنا M في جيلة تحت والتنشن لفوق والأكسليريشن صار اتجاهه للأسفل إذن هاي قيمة الأكسليريشن الحال الثالثة إنه عندنا التنشن لفوق والأم جي تحت والأكسليريشن صار للأعلى إذن عندنا الحال الأولى وهي الحال الثانية وهذا الحال الثالثة هاي نوخذ الحال الأولى والثانية والثالثة لاحظوا الآن في البداية حالة السكون اللي إحنا بنقيس فيها بالشكل الطبيعي بدنا في السؤال نثبت فعلياً إنه القراءة اللي إحنا راح نوخذها للسمك اللي عنا تختلف أو لوزن السمك بتختلف عن القراءة اللي راح نوخذها إذا كان المصعب بنزل الأسفل أو كان المصعب بتحرك للأعلى كيف نبدأ في حال هذا السؤال؟ نبدأ في الحال الأولى هاي مثلاً هذي واحد هذي اثنين وهي ثلاثة نبدأ في الحال الأولى عندما السجما F محصلة القوة كانت تساوي كم؟ صفر الآن كيف يعني سجما F بتساوي صفر؟ لاحظوا أنه الآن في حالة اتزان في إكوليبريوم عندنا كيف يعني حالة اتزان؟ لاحظوا أنه الآن التنشن والأم في جي لا في عنا حركة السمكة لا لا أعلى ولا لا أسفل فإذا التنشن والأم جي المفروض من المتساويات فإذا ما في عنا تسارع في هذا الحال إذا نيجي أن يحكي سجما F تساوي صفر فالتنشن اللي عنا ناقص M في جي بساوي صفر ومنها التنشن بساوي M في جي إذن فعلياً القراءة اللي إحنا رح نقرأها في الميزان قبل ما يكون في عنا أي تسارع هي عبارة عن M في جي إذن هذه هي الحالة الأولى الحالة الثانية الآن اللي عناه إنه الآن سيجما F بتساوي الماس لهذه السمكة في الأكسلاريشن الأكسلاريشن لوين الآن؟ للأسفل فالآن شو ييني للأسفل؟ للأسفل إذن من يجي نحكي إنه اللي مع الحركة ناقص العقس الحركة فبنحكي M في جي نقص التنشن فبنيجي نحكي الآن M في جي نقص التنشن بتساوي M في ا دائماً نوخذ اللي مع الحركة اللي مع الأكسلاريشن تصالك عقس الأكسلاريشن بحط العلاقة مثل ما هي فقط هذا كل اللي علينا لو ضربنا المعادلة في سالب بصير الشكل تباحها T ناقص M في جي بتساوي سالب M في ا الآن لو أدينا هذا على الجهة الثانية إذن T بتساوي M في G بس نودي هذا السالب بصير موجب ناقص M في A يعني M في G ناقص A وهذا قيمة التنشن لاحظوا الآن صار فيه اختلاف شوي إذن لو عوضنا أرقام رح نلاقي أنه صار فيه عندنا اختلاف في الحال الثالثة لاحظوا سيجما F برضو بتساوي M في A ما اختلاف العلاقة نفسها لكن المرة هاي التسارع لوين؟ للأعلى فإذن للأعلى اللي مع التسارع ناقص العكس التسارع اللي مع التسارع لهو التنشن ناقص العكس التسارع اللي هو عبارة عن M في G بتساوي M في A بنودي هذا على الجهة الثانية بتصير السالب جمع فبصير الشكل عندنا التنشن بساوي M في G زائد M في A بنواخذ T ال M عامل مشترك بصير عندنا G زائد A الآن لو عوضنا علاقات رح تلاحظوا أنه في حالة الجسم كان يتحرك للأعلى أو كان يتحرك للأسفل رح نلاحظ أن القراءات بتكون مختلفة لو عوضنا أرقام الآن الآن احنا بنقدر نواخذ ال G عامل مشترك مثلا من المعادلة اللي عنا فبصير عندنا التنشن لاحظوا الآن بساوي M في G الآن لما نواخذ G بيضل عندنا من ال G واحد وبيضل عندنا من ال A A على G زي كأنه أخذنا من البسط فطلع عندنا في المقام قيمة إذن لاحظوا الآن أنه M في G انضربت في كسر مقداره 1 ناقص A على G فهذه النسبة رح تقلل قيمة التنشن اللي عنا الآن في الحالة الثانية التنشن صار يساوي M في G في 1 زائد A على G إذن لاحظوا أن القيمة رح تكون أكبر من ال واحد هي رح تكون أقل من ال واحد وهي رح تكون أكبر من ال واحد فلاحظوا الآن القيمة اللي عنا لاحظوا أنه لما المصعد يكون للأعلى بتسارع للأعلى بنحس حتى إحنا وزننا زاد في هذه الحالة لذلك فلو قمنا بقياس أي وزن رح نلاحظ أنه صار أكبر لأنه صار في عنا زيادة على نسبة M في G لكن في حال كان المصعد ينزل للأسفن رح نلاحظ أنه صارنا أخف في هذه الحالة مقدار الوزن اللي صار أقل اللي هو بنسبة اللي هو الجي الأي على الجي إذن هاي بالنسبة للمثال الثاني ترجمة نانسي قنقر